مرحبا موليد برش الميزين كيف بدي يكون الأسبوع الأول من سنة الالفين واربع وعشرين أول شي بحب لكم هابي نيويير إن شاء الله تكون سنة حلوة عليكم وعلى أحباكم وتذكروا أنه أهم شي الصحة هذا الأسبوع الأول في عنا الشمس موجودة ببرش الجدي بمربع مع برش كون فبتكونوا شوي مشغولين بالبيت بالعادة بالبيت أو بالسفر أو بالعودة من سفر فاكيشن أو اهتمامات بالمنزل بالولاد يمكن عندهم إجازة يعني في شوية عجقة لكن الحلو أنه بمنتصف الأسبوع الأمر راح يكون ببرش كون فأنتو فينا نقول أنه هذا هذه السنة تبدأ مع لحظة وصول الأمر لبرش كون وهيدا الشي بيصير يوم الأربعة إذن مطلع الأسبوع مطلع السنة راح بيكون بليد هادي في ركود ثم الانطلاقة بتكون بعدين خلونا نسمع لكلنا ونشوف كيف بدا تكون الأحوال الفلكية البداية الثانين والثالتة الثانين والثالتة الثانين واحد الثالتة اثنين الأمر موجود ببرش العذراء فترة وجود الأمر في ببرش العذراء هي فترة البليدة هي فترة الهدوء والسكون ويمكن حتى الواحد بيطلع باله الكسل ما يعمل شي يلي عنده الشغل هادي فترة معقول يكون فيها شوية خلفات أو يمكن يكون فيها شوية التباسات الناس تفهمكن غلط أو أنتو معقولة لأنكن تعبنين وسهينين ونعسنين وما عنكن جلد تشتغلوا معقولة سير في شوية مشاكل انتبهوا من التأخير انتبهوا من الحيرة يلي معقولة تقعوا فيها فخلوا التنين والتلاتة لأمور كتير بسيطة ما تتعذبوا حالكن تبهوا أكيد لصحتكن وسحت أحبائكن ويمكن حتى يكون في شوية أعطال عنكن حواليكن إن كانت بالسيارات أو بالبيت فخلوا عينكن عشرة عشرة الأربعة الخميس والجمعة حتى الساعة ثلاثة إلى الثلاثة بعد ظهر توقيت بيروت الشتوي بيصير الأمر ببرشكن هون فيني أقول أنه رسميا بلشت سنة الـ 2024 عند موالي برش الميزان بلشت بقوة صار فيه نشاط صار فيه حماسة صار فيه نظرة قوية استقويتوا عنكن جرأة لتواجه الأمر الواقع كل الناس يمكن بلشت تنين وثلاثة لكن موالي برش الميزان الوقت عنكن الأفضل لحتى تبلشوا بالحركة الكبيرة الجريئة القرارات وتنقلات كبيرة ويمكن حتى الأخذ يمكن مبادرات شوي صعبة هي لا يوصل الأمر لبرشكن عند إذن الحظ معكن والأمور بتمشي ركض والأمور بتتيسر كل شي كان واقف ما ماشي حاله في الأوين الأخيرة في الأيام الأخيرة هلا تبلش كله يصبط حسب انتو شو بتخططو الجمعة بعد الظهر الأمر بيروح لبرشة العقرب للبيت الثاني بالنسبة لالكن اهتمامات مالية مصاريف يمكن لولاد العيلة أمور جديدة عنكن خطوات جديدة مبادرات جديدة يمكن في بعض الأمور بتنزلوا على السوق بمنوع 3 أسبوع فانتبهوا لهذه الأمور طبعا بيحق لكم دللوا حالكم يمكن في ناس رايحة وجاية عم بتسافر فدايما في شوية مصاريف وطبعا العيلي بما أنه المنزل بحاجة للاهتماء بمطلع السنة فليش لا كمان البيت بحاجة لالكن سبت والأحد كمان الأمر برشة العقرب حتى الساعة 11 و 10 المساء توقيت بيروت بيروح من بعدها لبرش القوس لحتى تبلش الحركة أقوى أسرع أوضح وبيصير فيه نوع من جرأة أكثر لحتى تواجهوا الأمور موالي برش الميزان ما ليس بتعتلوهم أبدا لأنه السنة مفروض تكون حلوة وأنتم معنكم سلبيات بتاتا كل موالي برش الميزان هذا الأسبوع محصوصة تابعوني مع الأبراج اليومية الأسبوعية الشهرية وأيضا السنوية موجودين كلهم عندي بيع البيت الوص إلى اللقاء باي باي